في أربيل أصدر الإدعاء العام دعوا قضائية ضد عدد من المسؤولين العراقين أبرزهم البرلمانية العراقية حنان الفتلاوي والأمين العام لما يسمى بيع صائب أهل الحق قيس الخزلعي وشملت المذكرة 11 شخصا غالبيتهم نواب في البرلمان بتهمة تتعلق بالاستهزاء بأمن إقليم كردستان وجاء ذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بين بغداد وأربيل عقب الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان